تعرض مدير مكتب القذافي سابقاً بشير صالح إلى محاولة اغتيال في جوهان سبرينغ في جنوب إفريقيا وقالت المصادر المقربة من عائلة صالح إنه حالياً في العناية المركزة بعد إصابته من قبل مسلحين مجهولين برصصتين إحداها في الصدر والأخرى في البطن وشغل بشير صالح منصب مدير مكتب القذافي منذ عام 1998 ومائة وثمانية وتسعين كما تربطه علاقات جيدة بالسلطات الفرنسية وحاول عقد صفقة مع الفرنسيين لتحييد القذافي عن الحكم خلال ثورة فبراير لكن الصفقة باءت بالفشل وأثار خروج بشير صالح من ليبيا الكثير من الجدل حيث يعتبر من الدائرة المقربة من النظام الليبي السابق والسندوق الأسود للعديد من الأسرار حول الاستثمارات وأموال ليبيا في الخارج وكان وزير النفط في عهد القذافي شكر غانم قد عثر على جثته في نهر الدنوب في النمسا وأشار مراسل موقع راديو فرنس انتر من النمسا بليس كاوكيلين إلى أنه غانم كان بمثابة الرجل الذي يمسك بيده مفاتيح خزانة القذافي اشتركوا في القناة